تعمل الحكومة على الانتهاء من الأعمال الانشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانون بدمياط وخلال تفاقد وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملأ الأعمال الانشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانون بدمياط أكد أهمية الإسراء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد إضافة لصناعة البترو كيمويات مصرية هذا وتبلغ الطاقة الانتجية للمصنع الجاري تنفيذه 140 ألف طن سنويا مقسمة إلى 21 ألف طن سنويا من اليوريا ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر